كفوا أذاكم عنا وارحلوا الخطاب موجه من أبناء المهرة للسعودية التي تعبث وفق اتهاماتهم بسيادة محافظتهم وثرواتها دعوة رحيل القوات السعودية ليست جديدة هنا بل تكاد تكون خصوصية مهرية لم تشهدها بقية المحافظات لكنها هذه المرة آتية من مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي بمناسبة افتتاح فرع له في المهرة وهو المجلس الذي يضم مشائخ واعيان ووجهاء من كافة المحافظات الجنوبية ويمثل قوة موازية للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات في كل الخطوات وكل الأهداف التي يصير عليها من أجل تحرير المهرة من الاحتلال السعودي المجلس الذي دشن عمله في المهرة بعد أيام من افتتاح أنشطته في حضر موت وسقطرة جدد رفضه للتواجد العسكري الأجنبي في اليمن ووصف بقاء القوات السعودية في المهرة بالاحتلال وشدد على رحيلها وكف اعتداءاتها عن المهريين وقد وجه المجلس رسائلا لأطراف عدة حيث طالب الشرعية بالحفاظ على السيادة المنتهكة في أكثر من منطقة يمنية ونصح الحوثيين بالتوقف عن قتل اليمنيين كما حذر الانتقالي الجنوبي من الاستمرار في العنف والمناطقية والكرهية تتزامن دعوة الإنقاذ الوطني لرحيل القوات السعودية مع ارتفاع أصوات داخل الحكومة ضد السياسة السعودية في اليمن خصوصا منها ما يتعلق باتفاق الرياض وأصبحت المهرة مكانا لاستقبال هؤلاء الوزراء مثل وزيري الداخلية والنقلة ومع ذلك لا توجد أي مؤشرات على توجه سعودي للتعامل الإيجابي مع الرفض المهري وهو ما يزيد من تعقيدات الوضع العسكري والسياسي داخل المهرة وخارجها